سبغة طبيعية بدون مواد كيموية والنتيجة يالبنات قدام عينكم شوفوا قبل وبعد من اروع الوصفات في نفس الوقت ستقوي لكم الشعر و ستكتفوا و ستملأ الفراغات عندك لون بورتقالي او عندك ليماش او عندك أمبغي وطلع لك فراث وبريتي توحدي اللون ديالك وتعاجي اللون البرتقالي بمواد جد جد طبيعية بدون حناء بدون اوكسيجين من اروع الوصفات يالبنات ستعطيكم لون تون دونس ديال الفين واثنين وعشرين وهالنتيجة قدام عينكم خليكم معي ان شاء الله الاخر الفيديو بشوفوا ان شاء الله مكونات الوصفة وطريقة تطبيق لانه هجد مهمة خليكم معي سهلا من الغاليات على قلبي اشخبركم لباس عليكم كانت منه ان شاء الله تكونوا بخميرين وعلى خير ان شاء الله لك تشوف الفيديو ديالي لأول مرة ديري اخطيك واحد لايك ديك البسماء لكينا تحتمل لها فيديو واشتركي في القناة باش تنضم ان شاء الله العائلة ديالنوت واللي وحدة منها وفعلي داك الجرس ضروري باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناة يوصلك نتيلي ولا بإذن الله ندو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واسحابه اجمعين اول حاجة هي البنات غدي تتبعوا معي ان شاء الله الوصفة من الاول الاخر لانه طريقة تطبيق جد مهمة وطريقة تطبيق الوصفة جد مهمة باش اعطيكم ان شاء الله نتيجة من اول استعمال اول مكوين ان شاء الله غدي نحتاجه غدي نحتاجه القهوة القهوة البنات خذكم تاخدوها علي تديكم ومتطحنوها ما تجيبوهاش من عند العطار او شي حاجة بحال هاكا تكون مطحونة وتضيريها للشعر ديالك فالشعر را هتمكين الفروة ديال الرأس يعني را مهم عايش اللعب البنات غدي ناخد القهوة وغدي نطحنها علي الدية وغادي نجيبها ان شاء الله غدي نحتاج منها واحد جوج معالق اللي غدي يكونه كبار بالنسبة لك شعر ديالك خفيف وقصير غدي تدري معالقة واحدة يana الشعر ديالك ما شاء الله طويل وقتيف فغدي يدري جوج معالق اللي غدي يكونو كبار حتى الثلاثة المعالق اللي بغتي غدي تددي عليهم إن شاء الله واحدة جوج كيسان كبار ديال الماء يتشاهدوا يتبخو 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 على النار اللي غدي تكون مهيلة بعد الدار ديالك ما شا الله غدي تقولي اختي واحدة رائحة بنقول pensando ما شاء الله رائحة القهوة الرائعة يا البنات سافية من بعد غدي نصفيه إن شاء الله تقدين تحصل إن شاء الله على القهوة سوف تحصل تقريبا على واحد الكاس اونس ديال المادية القوى من بعد ان شاء الله سوف نصفي وبنسبة لها تختادى لبنات انا لا نرميش انا رأيه ولا ما يدع معه وورتكاتي ولا ما يدعني سوف نجعله ان شاء الله سوف نستعمله ان شاء الله في مجموعة من الوصفات فم شاء الله البنات القناة ستراها فيها مجموعة من الوصفات لكل وصفات تستكفو والحمد لله وصفاتي بشهادة جميل اللهم لك الحمد والشكر شكرا لبنات اللي تكتبو شهادة حق في الوصفاتي اللي لا يختكو مليا والبنات جداد دخلو لي كومنتيغ وشوفو شهادة الناس اللي يجربو الوصفات إذا لبنات سوف ندعون ان شاء الله لطريقة فسوف نجعل هذه القهوة سوف نجعلها على الجانب سوف نجعلها ان شاء الله تبرد على خطر خطرها لا تدخليها تلاجع وتجعلها تبرد لله سوف تفقد المفعول ديالها وما سوف نعطيك النتيجة سوف نجعلها على الجانب ده برا ما شاء الله را كين السم ديال البرد را واحد السم ما شغدين قوليكم ديال البرد الله يلطف بنا وسوف نحن الحمدللله احنا ضعاف اي حاجة كتجي كتكدرنا لا اله الا الله إذا سوف ناخد القهوة كيف ما شفتوا غدين خليها حتى تبرد وغدينجيب ان شاء الله جوج معالق اللي غديكون كبار ديال القهوة سريعة الدوابان وغدينزيد عليها ان شاء الله واحد المعلقة اللي غديتكون كبيرة ديال دقيق اللي اللون دياله ابيض يعني الفورس اللي هو الفارينة ممكن انك تعاوضيه بالنشط دورة اللي هي الميزينة معي لقى اونس معي لقى كبيرة اون نصف ديالها وغدي نحرك مزيان 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 طريقة الخلط جدا مهمة باش تعطيكم ان شاء الله النتيجة لانه الى خليتي ليدوك الكويرات البيضين ديال الدقيق را ما غديش تعطيك النتيجة لانه ما غدي تستعف دياله وغسك دوبيلية هادك الدقيق مع الوصفة ما يكونش نهائيا من بعد غدي نحطوه ان شاء الله مباشرة على نار اللي غدي تكون ميلا وغادي نخليه ان شاء الله حتى تحصل على واحد القوام اللي غدي يكون كريمي كيف ما كتشوفه من بعد غدي نحطوه بيضة إلي عندكم بيضة صغيرة ان شاء الله lame يضحوا بيضة ولكن اتفرضوا ان شاء الله بيضة يخصون بيضة صغيرة اشعر الكويرا سوف يتوحدي اللون من اللون البرتوكالي من لماش او انديرا امبري او شي لون عندك مبقاش عاجبك في نفس الوقت سوف يتطوليه و سوف يتكتفي راكم شفتوا المكونات اللي ماشاء الله اللي جد جد رائعين وما كان يكدب عليكم الكذاب البنات وما كانت شي حاجة محسن شي حاجة اللي طبيعية مئة في المئة المكونات ثاني اللي سوف ينزيده سوف ينزيد ان شاء الله واحد المعلقة اللي سوف يكون كبيرة ديلا العصير الحامض اللي هو السيترون ممكن انكم تعودوه بخل تفاح ولكن بالحامض رادي يعطيكم واحد النتيجة و رادي تفكسلكم ذاك اللون في الشعر اللي من اروع مكاينا البنات اراشا غادي نقول لكم انا تصدمت فهذه السبغة هادي اللي مكونات اللي ساهلين و بسط و في متناول الجاميع يعني مكونات اللي موجودين يعني ماشي صعابين ما غاديش تلقي اوام ولا شي حاجة ما شاء الله يا البنات ان شاء الله هي اللي غاديش تكون المعتمدة عندي كيف ما كتتوفوه البنات شعر ديالي قبل اللون فاشغان قوليكم تخلطت علي القادية فانا هدي اللون صفيت علي فراسي ما بقيتش بغيته انا راكت جيني بعد المرة واحد الحالة كنكون دير شي حاجة ما كتبقاش عجباني انا الشاقة ملالا كتبقى عليها تفل حويس انا اخديت شي حاجة و ادست ماشي بلاسة و بنت لي ذيك الحاجة الزوين انا اخديت كي بقى في الحالة تقول ما عارف صبح الله انا كتبقى عليك تخليليه في الكومنتر الله يلطف بي انا صعوفي اذا نبقى ندزة انشاء الله لطريقة أول حاجة باشغاني باعكم انشاء الله السبغة من أول السيمن الشعر ديالك خاصوا يكون انشاء الله نقي ما فيه لا زيت ما فيه لا كخيم ما فيه لا شي حاجة ديره هالشعر ديالك نهائيا تكوني مباشرة غسلتي الشعر ديالك غادي تتبقي انشاء الله الوصفة تنشفي الشعر ديالك وقتطبقية هالشعر ديالك وغادي تركزي لي على اي بلاسة لديك فيها لون معاجبك يعني خسك توزعيها على الشعر كامل كامل فأنا ركزت على الأطراف لأنه مالي عندي بهم الأهمية بغيت نحيد هذا اللون هذا ما بقيتش بغيته نهائيا وان شاء الله هاد سبغة ديش كله معتمدة عندي ما غديش نبقى ندير شي حاجة سميتها سبغة أو سميتها ليماش صافي باركة الشعر ديه لتهلك بما فيه الكيفاية اللون اللي كنت بغيت نديره وراني درته وصافي حيه الشهوه ديالي منه صافي نهائيا ما غيج邪 ندير شي حاجة فالشعر ديالي ماكين غير طبيعي ماكين غير وصافات مستغل سمعت Hebrews ان شاء الله صافي قمد بقية ان شاء الله في شعر ديالك وقد تخليها ان شاء الله وحد سبعة ديال السبع السوايع سبعة سوايع فأنا البناط سرى اخليتها غيش ثلاثة تسوايع عم ما كون خليتها سبعة تسوايع ولا ثمانية تسوايع ك сказать ايمي 1 الو وعير جدا وبنسبة لديك الشعر مفتوح سوف أتعطي نتجة من أول استعمال سوف يبال لك الفرق في الشعر سوف يبال لك تبدل برثوق لا يبقى لك يجب أن تشعر الواقع سوف تشعر الواقع وهو رائع جدا وفي نسبة لديك الشعر مغلوق سوف أتعطي نتجة من أول استعمال لا يشعر لكم البنات اللون من اول استعمال لان شعر هم غلوق تستطيعون تزيد الاكسيد من اول استعمال اما سوف يجوش المرات في الأسبوع رغم الأسبوع الثاني ثالث سوف يفتح لكم اللون الشعر لكم و سوف تحصلوا على اللون الرائع لان شعر لهم مفتوح فرغت يتعطيكم ان شاء الله وصفي البنات بها الطريقة سوف تجعلها كما قلت لكم من سبعة تسوايع تستطيعون تباسي بها ماشي مشكلة مميما ان البنات ارتغلت ثلاثة تسوايع و اعطتني اللون الرائع فقدما خليتها في شعر لك فقدما سوف تعطيك النتيجة اللي وارة بزاف بزاف و لا تنسوا الحواجب لكم سوف تحصلنا على هذا الوين ما شاء الله يا البنات بدا سوف يحيدك اللون مهم كل نهار سوف يزيد تبدل شوية حتى نحيد عليها اللون كامل ان شاء الله السر ان شاء الله سوف تعطيكم نتيجة سوف تغسلي الشعر لك لا تغسليه بشامبول انه طبقتي السبغة على شعر اللينقي سوف تشلي الشعر لك و لو سوف تحديدك الرائحة لبيض سوف تشلي شعر لك و سوف تشلي بها ان شاء الله من بعد سوف تدري بلسم و سوف تشلي الشعر لك و سوف تنشفيه و بالصحة و الراحة اختيت حصلتي على تندانس 2022 و اهم حاجة بمكونات جيد 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 طبيعية اللي سوف ترجع لك ان شاء الله بالصحة والخير والسلامة فان الشعر سوف تغير 180 درجة و سوف نكون وصلنا الاخر مرحلة ما تبخلوش اللي يا بنات باللايكاتيكم و التعليق ديالكم زوينا فانا البنات كنجاوبكم كاملين وحدة مورة وحدة كتفرحوني و كنفرح فاش كنجاوبكم و سوف البنات اللي بغت توصل معي مرحبا و الف مرحبا بيت توصل معي ان شاء الله الانستغرام ديالي و غادي نقول لكم ان شاء الله في وصفة جديدة و فيديو الجاي بإذن الله اشتركوا في القناة